هل تجرؤ أن تعترف أن تأجيل مسلسلك الأخير سببه تردد المنتجين خوفاً من إنتاج مسلسل بطولة سامير غانم؟ أنا مسلسل ميزو الجزء الثاني تقريباً ميزو الرائع ميزو لسه بيت كتب بيت كتب بيت كتب لسه أصلاً لم أدخلش في مراحل الإنتاج لا 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 ده لسه بيت كتب هم لم أكرتش تمثلي يا مونا؟ أه يعني بحس أني فشلة شوية في الموضوع طب أنا بموت في الفشلين هطلب لك أعلى أجر لا تجدها بس أكده ممكن أفكر أنا مش مادية خالص بس ممكن أفكر طبعاً طبعاً هل تجرؤ على الاعتراف بنادمك على تمثيلك في نصف أفلامك على الأقل؟ في المين أو ثلاثة كتب في المين أو ثلاثة بس من 150 فن أه من 150 فن اللي هما تراجدي أخنعوني إن أمثل تراجدي يا أخوانا تراجدين بالهبل اللي بيبكوا الناس بالهبل هناك رجل أزعطس وعجب ناس بس كان ميلو دراما قوي وكاتب اللينين حلوة قوي إنما أنا بمثل في الفيلم ده بكيت يعني أنا دماعي يعني عايز أقولك فيه إنما تضحك صعب آه طبعاً ضحك صعب جداً أنا أعتقد إنه أسهل بكتير تبكي الناس من إنه تضحك طبعاً اللي بيحصل بو بو مضحك بيبكي ولا حصل فيش دهنة صح هل تجرؤ على الاعتراف إن كنت بتتعطى المخدرات في فترة من حياتك؟ ماذا ہے خير؟ أنا كنت بطعطة المخدرات هاااااااا هااااااااااain بمر Novav حظيًا؟ بمر Novav بمر Novav بمر Novav كنت أوك كل شيئًا بمر Novav ده فترة في حياتك. لا 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 الحمد لله يا ساتر يا رب. ولا حتى تجربة. ولا حتى. شفت. شفت. ما جربت. لا لا لا. جربت من بعيد. خد نفس. هل تجرؤ انت اعترف انك بتخاف من الكلام في السياسة. طبعا اجرؤ مليون اجرؤ. تجرؤ وتعترف. برضو ايهيت الزق.